لم تكن ولاية مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان التي بدأت في العام 2014 سهلة فالسنوات التسعى الماضية كانت مليئة بالاستحقاقات والصعوبات التي تفاقمت بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية في العام 2019 ويتفق معظم أركان ورؤوس الطائفة السنية أن ولاية مفتي الجمهورية كانت مليئة بالتحديات التي منعته من الحكم ويثمنون التزام دريان بجميع الاستحقاقات المتعلقة بالطائفة كانتخابات مفتي المناطق التي أصر على إجرائها على الرغم من الظروف الصعبة أما الآن فمن المقرر أن تنتهي ولاية دريان في العام 2025 ومن المنتظر أن ينتخب مفتيا جديدا للبنان خلفا له إلا أن معلومات جديدة تكشف أن سيناريو الإفتاء سيكون مختلفا فما هي التفاصيل؟ مصادر رفيع كشفت لسبوتشوت أن كبار المعنيين بالطائفة يعملون على تهيئة الظروف الداخلية لتمديد ولاية مفتي الجمهورية الشيخ أبضل طيف دريان لمدة ثلاث أو أربع سنوات وقالت المصادر العمل في هذا الإطار لا يزال سريا وعميقا وطبخة التمديد وضعت على النار وخصوصا أن المرشحين لخلافته لا يزالون صغار السن وغير مهيئين بنظر أهل الحل والعقد ولعدم توفر البديل المناسب وأوضحت فترة حكم دريان كانت صعبة جدا إلى درجة يمكن القول أنه لم يحكم فهي اصطدمت بالفراغ الرئاسي في العام 2014 وتوتر المنطقة واندلاع عاصفة الحزم وواجه انحضار العلاقات بين لبنان والدول العربية ومن ثم انتشار وباء كورونا وصولا إلى تعليق الرئيس سعد الحريري عمله السياسي والفراغ الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشيل عون وأضافت هذه المعطيات التي ترافقت مع تراجع دور الطائفة السنية والفراغ السياسي فيها ومرض المفتي زادت من حجم المسؤولية لدى دريان وكربجت عمله وصعبت المهمة وأكملت المصادر دريان أثبت أنه رجل مؤسسات بالتزامه إجراء كافة الإصلاحقات المتعلقة بالطائفة كانتخابات مفتي المناطق المعقدة ونجاحه بإخراج دار الفتوى من دوامة الصراعات السياسية وتابعت المعنيون بالطائفة وبحال بقت الأمور على حالها سيتمنون على دريان الاستمرار بتولي مهمة الإفتاء على أن يكون التمديد استثنائيا لمرة واحدة بسبب الظروف وأكدت المصادر أن الهدف من التمديد لولاية دريان سيكون تكريما له ولإفساح المجال أمام المرشحين الآخرين ليكونوا أكثر تأهلا ونضوجا على كافة الصعد والمستويات وختمت بالقول المفتي قد لا يقبل بالتمديد ويرى أنه لا يمكن القيام بقفزة محورية بالطائفة لا تكون مضمونة النتائج إلا أنه لن يتهرب أبدا من تحمل المسؤولية ترجمة نانسي قنقر